وسط الأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل تصريحات لافتة لمسؤولين من الصف الأول على رأسهم بني جانس وزير الدفاع تحذر وبشكل مباشر من تصاعد حدة خطاب الكراهية داخل المجتمع إلى درجة ربما تقود وفق المصادر إلى حرب أهلية التصريحات لافتة هذه أرافقها تصاعد العنف السياسي والاعتداءات على المتظاهرين خاصة أولئك المحتجين على طريقة تعامل الحكومة مع بارس كورونا الأهم هو أنها تأتي وسط مؤشرات متزايدة على تصدع داخل الاتلاف الحكومي وتحذيرات من العودة مرة أخرى إلى صناديق الاختراع عصيفة من الكراهية والمظاهرات والاعتداءات والخلافات تحيط بالمجتمع الإسرائيلي هذه الأيام وما زال الطين بلا أن كل ذلك يجري وسط تصدع حكومي وتفشي وباء كورونا هذا الحال دفع أبرز شخصيات المجتمع للتحذير من الانزلاق الأسوأ على رأس هؤلاء كان رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع بني جانتس الذي قال إن لغة الخطاب السياسي انزلقت إلى أدنى مستوياتها في التاريخ الإسرائيلي محذرا من حرب أهلية إذا لم تتخذ إجراءات لوقت هذا التدهور شبح الحرب الأهلية ورد أيضا في تصريحات لعضو الكنيسة ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفكدور ليبرمان الذي دعا لبذل كل جهد لمنع وقوعها مشيرا لأهمية حق الاحتجاج السلمي في المجتمع الديمقراطي هذه المخاوف نمت في بيئة يشوبها تصاعد العنف السياسي وتنفيذ الاعتداءات الدامية على المظاهرات الاحتجاجية ومؤشرات تصدع داخل الائتلاف الحكومي توحي باحتمال العودة لانتخابات جديدة وسط هذا الجو المشحون تبدل اليمين واليسار الاتهامات بتأجيج نار الخلافات فرئيس الوزراء بن يمين ناتنياهو ألقى اللوم على اليسار والإعلام بهذا الشأن بينما حمل اليسار ما سماه حصابات اليمين الاعتداء على متظاهرين ضد ناتنياهو الذي يخمن البعض أنه يعمل على حل الائتلاف الحكومي ويسعى لتشكيل حكومة يمينية ضيقة خصوصا في أعقاب مأزق إقرار الميزانية العامة لسنة 2020 ويتهمه مقربون من جانس بأنه يريد حكومة يمين حتى يمرر قانونا يتيح له تجميد الإجراءات القضائية ضده في تهم الفساد هذا المشهد المربك فاكمته أجواء الكراهية المتصاعدة حسب ما جاء في دراسة لصندوق بيرل كتسلزن في تل أبيب اتمادا على ما ينشر من تعليقات في الشبكات الاجتماعية وجاء في التقرير أن هناك ارتفاع مقلقا لتعليقات الكراهية التي وصفها البعض بأنها فيروس أخطر من كورونا إلى القدس الدكتور مئير مصري أستاذ العلم السياسية في الجامعة العبرية ومن القدس أيضا إلى نيسان الباحث السياسي الإسرائيلي أهلا بكم ضيفي الكريمين أهلا وسهلا بكم أبدأ معك سيد وأنت بالصحة السلام سيدي أهلا بكم حرب أهلية أي منكم ليبدأ حرب أهلية في إسرائيل أهلا تفضل إذن نتنياهو اليوم يقف أمام مفترق طرق أولا هناك ثلاث مشاكل تعترض سبيل نتنياهو الملفات القضائية التي يواجه نتنياهو وهي الفساد والاحتيال وخرق الاعتمان ثانيا الكورونا وما يتبع الكورونا ثالثا الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب الكورونا وورادي الاقتصادي في البلاد نرى يوميا أو قبل قليل انتهت مظاهرة ومقررة أن تكون مظاهرة أخرى في شوارع أرشاليم القدس يوم غد وهناك ثلاث مجموعات التي توجه إصبع الاتهام ضد نتنياهو المجموعة الأولى هي التي توصف بحاملية الأعلام السوداء الذين يطالبون نتنياهو بالتنحي عن منصبه المجموعة الثانية التي هي تخشى من أن نتنياهو يستغل الديمقراطية في البلاد والمجموعة الثالثة هي من تتضرر من أصحاب العمل وأصحاب المرافق الاقتصادية في إسرائيل من وباء ومن جائحة الكورونا وفعلا هذه الأمور أدت إلى زيادة التوتر في الشارع الإسرائيلي بين اليسار وبين اليمين اليسار لا يقبل بنتائج الانتخابات التي أفرزت عن تشكيل الحكومة طبعا بمشاركة غانس ومن هنا نرى أن هناك تظاهرات ومظاهرات احتجاجية من قبل اليسار اليسار الذي يتهم نتنياهو بالتحريض ضد اليسار واليسار كما رأينا قبل يومين أو ثلاثة أقام مأدوبة عشاء وقيل أن هذه آخر مأدوبة عشاء لنتنياهو نتنياهو يتهم اليسار بأن هناك إمكانية أو تهديدات لقتل نتنياهو مقتل نتنياهو ومقتل أبناء عائلته وهو قدم اليوم وأيضا يوم عامس شكوى في الشرطة ضد اليسار ومن ناحية تانية نسمع من اليسار أن هناك اتهامات وقبل اليسار بأن نتنياهو وحرد الشعب سأعود إليك لأنه لم نكن نعرف الكثير عن الذي يجري دكتور مصري مرة أخرى حرب أهلية لماذا نسلح هذا المصدر شوف حرب أهلية لأنه إسرائيل دولة حرب أهلية ليس في إسرائيل حرب أهلية سأقول لك لماذا سبب الأول هو أنه إسرائيل هي دولة قانون وهناك انتماء حقيقي لجميع المواطنين للدولة وبالتالي ليست دولة الطوائف ومجموعات وقبائل وبالتالي حرب أهلية كلمة مبالغ فيها ولكن هناك احتقاد شعبي يجب أن يؤخذ على محمل الجد تصوير المظاهرات على أنها مظاهرات يساريين هذا أعتقد أنه شيء غير دقيق لأنه اليسار مشارك في الحكومة اليوم المركز يسار وأنا بالمناسبة عضو مثلا اللجنة المركزية لحزب العام هو عضو في الاتلاف الحاكم وليس في المظاهرات بالمناسبة وهناك عناصر يمينية في المظاهرات إذن المظاهرات هي لا تمثل اليسار وإنما تمثل كل من هو متضرر من الوضع الحالي سواء كان أقصى اليسار صحيح ولكن أيضا هناك كل الذين قد تضرروا من فاشل الحكومة في معالجة الأزمة طبعا الأزمة الصحية التي تعصف بإسرائيل كما أنها تعصف بدول العالم جميعا لماذا هذه الأزمة قد احتدت ومن الممكن أن تحتد أكثر في الأسابيع والأشهر القادمة من السببين السبب الأول هو أن الحكومة في إسرائيل هي حكومة ضعيفة وهي ضعيفة لأنها حكومة وحدة وطنية بمعنى أنها تضم أطياف غير متناسقة في إطار واحد اليمين ومركز يسار بزعامة بني جانس هذا هو السبب الأول أسابة ثانية هو أنه إضافة إلى كون الحكومة هي حكومة ضعيفة رئيس الحكومة هو رئيس حكومة ضعيف جدا لأنه سيد نيتانياهو هو متهم بقضايا ثلاث قضايا فساد القضاء في إسرائيل ينصحه بالاستقالة ننصحه اليوم هو غير مضطر ولكن من الممكن أن يضطر في الأشهر القادمة في أن يقدم استقالته هل هذا الحل؟ الشرطة قدمت تقرير تصور حل سيكون هذا الحل دكتور مصري؟ طبعا لأن هناك أزمة صحيح لأن هناك أزمة ثقة يعني القرارات التي تأخذ اليوم والجميع متضرر منها في إسرائيل فحتى تقنع المواطن الإسرائيلي بقبول هذه القرارات الصعبة التي تضعف من حرياته فبالتالي يجب أن يصق بك فطالما أنه الرئيس الحكومة نفسه متهم ليست بقضية بسلاث قضايا فساد وكل من حوله أيضا عليهم شوائب فساد فبالتالي ليست هناك ثقة قد انقطعت بين المواطن والحكومة وبالأقصد رئيس الحكومة وهذا وضع غير مسبوخ يعني الأزمة هي أزمة غير مسبوقة في إسرائيل الصحية والاقتصادية ولكن أيضا عدم الثقة في القيادة هو غير مسبوخ أيضا لأنها أول مرة في تاريخ إسرائيل يتعم رئيس حكومة بالفساد ويظل في مقاده ولا يستقيل والأهم من ذلك يعني هذا وضع وحدد من الحرب الأحلية دكتور مصري هو حليف في الحكومة رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس هذه النقطة دعني أنقولها للسيد نيسان لماذا يخرج بني جانس ويقول أن البلاد قد تذهب إلى حرب أهلية فعلا رأينا في الماضي مع الأسف قضية مقتل رئيس الوزراء رابين بسبب عدب الموافقة مع المواقف السياسية في إسرائيل بين اليمين واليسار في الأيام الأخيرة أيضا رأينا صدمات بين اليسار أو المتظاهرين على الأقل وبين من يعارض هذه المواقف وهناك كانت فعلا نداءات بالكث عن هذه الصدمات وعن هذه التظاهرات الصدمات بمعنى يؤدي في نهاية المطاف الصدمات التي كما رأيناها في ورشالي ملقود شوما عامس وكما رأيناها قبل ثلاثة أيام في دل أبيب لا يعني ما قصدته هل اشتباك بالأيدي هل استخدمت فيه عنف أكثر من اللازم لا بقت في الأيدي اشتباكات في العصي مع الشرطة في قناني اشتباكات في مشاكل أخرى طبعا هل كانت مع الشرطة ولذلك هناك مخاوف من أن لحظة إذن هناك فعلا مخاوف من أن هذا الأمر في نهاية الأمر يؤدي لسفق دماء بين صفوف الشعب الإسرائيلي ولذلك سمعنا في الأيام الأخيرة وحتى في الساعة الأخيرة نداءات من قبل بعض الوزراء الكف عن هذه الصدمات وتقديم كل من يحاول الإقلال بالنظام إلى العدالة طبعا جانس الذي أفضى بهذه التصريحات هو يخشى من إمكانية أن هذه الأحداث تنزلق إلى مظاهرات تؤدي لا سمح الله إلى سفق دماء وإلى مظاهرات أخرى وتجديد ولذلك طلب من الشرطة ورغم أن الشرطة هي متهمة بأنها تقف إلى جانب أو ضد المتظاهرين بسبب المعاملة القاسية التي شاهدناها على الأقل كما قيل من قبل المتظاهرين أن الشرطة تعاملت معهم بقساوة بهذا الموضوع على كل حال يترتب خفط اللهب في إسرائيل كيف؟ وخفط التحريد لأن هذا الأمر لا يخدم هذا الأمر لا يخدم أي طرف من الطرفين اليسار واليمين طبعا كما ذكرتم أيضا في تقريركم الحكومة هذه الاتلاف هذا هو اتلاف هش وكل الإمكانيات أو التوقعات تشير إلى أنه حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر شهر أغسطوش أنا لا أدري إن كنت تستمع إليه سيدي واضح أن هناك مشكلة في الاتصال بيني وبينك دكتور مصري هل يحاول جانس أن يقفز من سفينة الحكومة التي يرى أنها تغرق بهذا التصريح أن البلاد قد تتجه إلى حرب أهلية لا أنا أعتقد أن السيد جانس هو أولا ليس لديه مصلحة في أن تسقط الحكومة الحالية كذلك سيد نتانيون لأنه طبعا الشعبية الحكومة في الحضيب ولحنا نتحدث عن الحكومة فنحنا نتحدث عن الحكومة بجميع مكوناتها سواء كانت مكونات مكون اليميني أي حزب الليكود أو المكونات الأخرى أي أزرق أبد وحزب العمل كذلك وبالتالي هي لاست حكومة يمينية بزعامة نتانياهو وشارع يساري ضد هذه الحكومة لا هناك غضب شعبي ومن غير الصحيح أن نسيس مسألة المظاهرات وأن نقول أنها تابعة أو هناك قيادات حزبية هي التي تقود المتظاهرين هذا كلام غير صحيح وديه على هذا هو أن حزب العمل في الحكومة قيادات حزب العمل وزراء داخل حكومة نتانياهو يعني ماذا يمكن أن يقل أكثر من هذا ولكن هناك أزمة ثقة وأزمة ثقة يجب أن تجابه من خلال إجراءات تدعم الثقة إجراءات تدعم الثقة طبعا من أول هذه الإجراءات هو أولا مسألة قضايا الفسادة المتهمة بين رئيس الحكومة والعديد طبعا من حاشاته وبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات في هذا الصدد طبعا أفضل شيء هو استقالة سيد نتانياهو ولكن أمونا الممكن حتى أن تبدأ على أقل عملية محاكمته وأن تكون هناك إجراءات صارمة ضد الفساد وأن يتكفى الحكومة أو بالأحرى سيد نتانياهو عن شيطانة كل ما هو معارض لسلطته بدء من مؤسسات الدولة الرئيسية يعني تصور عندما يتم شيطانة على سبيل المثال الرئيس قائد الشرطة قائد الشرطة بالقول أنهم يساريين وغير مخلصين للحكومة وكذلك مثل القضاء الذي يشيطن نهارا مساء ويقال بأنه قضاء يساريا ويجب أن ينصع هناك فصل بين السلطات كيف أن الحكومة تتدخل في شؤون القضاء بهذا الشكل أقول هذا الكلام منه ولكن أنا أريد أن أقل معك لم يبقى للكثير دكتور مصري أعتقد أن كل هذه مبلغات حق التظاهر هو حق أساسي حق دستوري وهي هذه النقطة هذه القصة لنتذهب عنها بعيدا دكتور مصري الغضب في الشارع ما هو حجمه سيصل إلى أي مرحلة هل من الممكن أن نشاهد مظاهرات وحركة احتجاجية في الشارع الإسرائيلي كتلك التي شاهدها على سبيل المثال في دول مجاورة في لبنان في سوريا لم تنتهي طبعا إلى ما تحمد أحباه وانتهت إلى حرب أغلية لا لا ليس هناك شوف ليس هناك ربيعا إسرائيليا بمعنى الربيع العربي المتعرف عليه لماذا بني أمين نتنياهو أطل رئيس وزراع مر على حكم إسرائيل عشر سنوات تقريبا هو في الحكم صحيح إن إن كنت مخطئ صحيح عشر سنوات ليس 30 سنة و20 سنة عشر سنوات وانتخب وحتى شرعياته تازجة لأنه تم انتخابه قبل أقل من نصف عام وبالتالي المشكلة في إسرائيلي ليست مشكلة مشكلة ديمقراطية فليس هناك ما يستدعي بأن يكون هناك قلب النظام الحكم أو تكون هناك مظاهرات بالشكل الذي يضغط على لإسخاط النظام لإسخاط النظام في إسرائيل وإنما فقط لتعديل مصار الحكومة وكما ذكرت أن الكثير من المتصاهرين هم يتبعون أحزاب هي مشاركة في الحكومة وبالتالي أنا في النظر يجب احتواء هذه المظاهرات إسخاط منها من نتنياهو على الأقل واحتواء هذا الغضب الشعبي طبعا هو من المحبب لأنه أنا أعتقد أنه من الصعب أن ألسان نتنياهو أن يكون هو على رأس يعني أنه هو يستطيع أن يجلب الثقة في الحكومة وهو متهم بقضايا دعني أن أقول هذه النقطة لسيد إلي نيسان وكذلك أيضا إضافة إلى ذلك فشل الحكومة فشل الحكومة بزعامة سيد نتنياهو في حال المشاكل ونرى حتى الشعبوية لو أستخل بكلمة صغيرة كل هذه المشاريع التي يبدأ التحدث فيها حتى يبعد النظر عن المشاكل الحقيقية مسألة ضمة ولم يحدث أي شيء أن يكون لدي الزمن دكتور مصري للحديث أيضا على التوتر الموجود الآن على الحدود مع لبنان لأول مرة منذ حرق تموز 2006 هناك وجود عسكري كبير للجيش الإسرائيلي على الحدود سيد إلي إذا كان لديك تعليق على هذه النقطة نحن لازلنا نتكلم عن مسألة الاحتجاجات هل ستسقط بني من نتنياهو تفضل سيد إلي أولا مشكلة اليسار في إسرائيل والمظاهرات التي نشهدها أنا أصفها بمثابة قطيع بدون راعي لأنه لا يوجد زعيم اليوم لكل هذه المظاهرات يقود هذه المظاهرات أو يقف أمام نتنياهو مع العلم أن نتنياهو هو زعيم زعيم اليمين ثانيا أنا لا أعتقد أن نتنياهو يضطر إلى الاستقالة لأنه هو يواجه اليوم القضايا الجنائية ولذلك هو يحبد أن يذهب إلى أو يمثل أمام المحكمة كرئيس وزراء ثلاث مرات في الأسبوع صباحا ثم يقوم بإدارة شؤون الدولة لا أدري كيف هذا الأمر سيكون لأنه إذا كانت لا سمح الله مشاكل أمنية كيف يترأس نتنياهو مجلس وزاري أو مجالس أخرى أمنية وهو يترتب عليه أن يمثل أكامل المحكمة نقطة مهمة التي ذكرتها وذكر السيد مصري أن أسمع أقول لك بصراحة أن الشعب الإسرائيلي يوم آمس كان في صوم لأن الشعب الإسرائيلي صام بسبب خراب الهيكلين الأول والثاني لا يمكن الشعب في إسرائيل أن يكون مثل ما تفضلت أن يكون الوضع في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في ليبيا لأن لا سمح الله إذا كان خراب الهيكل الثالث في إسرائيل بمعنى انشقاق وضياع المجتمع الإسرائيلي فإنه لم يكن مرة ثانية شعب في إسرائيل ولذلك على كفة أطياف الشعب في إسرائيل أن يحافظوا على وحدة الشعب لأن هناك العديد من الأعداء حوالي حوالي دولة إسرائيل الذين ينتظرون لحظة بلحظة لإسقاط الشعب في إسرائيل ثالثا لم يبقى الكثير الاستطلاعات تشير أنه رغم أن نتانياو يريد انتخابات ولكن هناك تدني في شعبية نتانياو تدني في شعبية جانس ورغم نتانياو يريد التوجه إلى انتخابات ربما هذا سيكون آخر نفاذ لنتانياو بسبب الأوضاع الاقتصادية والمضاعرات لم يبقى الكثير سيد لي إذا كان أديك كلمة أخيرة سيد المصري باختصار دكتور أنا أعتقد أنه هذه ليست المرة الأولى في إسرائيل الذي يحدث فيها غضب شعبي بهذا الموضوع أيضا بالسابق بالعام 1982 كانت هناك مزارات حاشة ضد حكومة بيجين وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك أزمة أن يكون هناك خطر حرب أهلية أو أن تكون إسرائيل ضعيفة أمام الأعداء الذين سوف يستغلون هذا الأعداء هم الدولة الجوار تعاني نفس ما تعاني إسرائيل ثقة يجب على القيادة في إسرائيل أن لا تعتبر أن الشارع هو منافس لها ولكن هي تخدم هذا الشارع يعني هؤلاء هم رعاية هذه الحكومة لأن تحرص على مصلحتهم ولا تجابهم وتشيطنهم وتعتبرهم منهم منافس سياسي أو خصن أو حتى عدو سنتقي بتأكيد مرة أخرى إلى نيسان الباحث السياسي الإسرائيلي أيضا شكرا